بعدها باربعة يام هيبقى مع كامبالة يعني إذن الأهلي هيخود تلات مباريات في أقل من أسبوع وده طبعا صعب جدا على الحتة الإجهاد اللي هيصيب اللعيبة أو بعض الحاجات اللي ممكن تيبقى لها أثر مستقبلي حتى في الفترة اللي جاية وكان على أسره الراجل كارتيروني المدير الفن الفرنسي للنادي الأهلي بيقرى الموضوع بدري بدري النهاردة مريح سعد سمير عشان نقطة زي كده المباراة اللي جامعتنا مع بعض أنا وحضراتكم كانت الأخيرة ما بين الأهلي والترجي الأهلي والترجي عنوان لمتعة زي ما ذكرت في بداية اليوم اللي كان قبل مباراة الأهلي والترجي والأهلي والترجي مش رأينا بس ومش رأي غير من الناس رأي كل واحد بيهتم بكرة القدم خصوصا من الكرة القدم العربية أو الكرة القدم الإفريقية هي عنوان لأقوى مواجهات الفرق على الإطلاق في البطولة الإقارية أو البطولة الأفريقية أو حتى على الصعيد أكمل سواء كانت حاجات محلية حاجات قرية حاجات عربية الأهلي والترجي هم أقوى فرقتين حوالي في التمانسين أو التسع سنين اللي فاتوا الترجي فرقة تحترم فرقة مسؤولين فرقة جهاز فني فرقة لعيبة طبعاً محدش يقدر يتكلم عليها أبداً بالعكس حتى اللي يتعامل معهم على المستوى الإداري ناس محترفة إلى أبعد أبعد ما يكون يعني على المستوى الملعب أو التسعين ديئة اللي موجودة في الملعب سواء كانت في تونس أو في مصر المنافسة حق مطلوب أو حق مكتسب لكل طرف من الطرفين سواء الأهلي أو الترجي لكن بعد اللقاء أحلى تعامل أصدق كلام يعني أوفى صحاب هم طبعاً كل مسؤولين نادي الترجي وأنا على المستوى الشخصي يعني شرفت إن أنا تعاملت مع مسؤولين نادي الترجي لكن أنا بقولي الكلام ده ليه؟ لأن جمهور الترجي وكل الناس اللي موجودة في تونس سواء كانت من جماهير الترجي أو الشعب التونسي كله لابد أن يعلم أنهم لهم مكان عندنا في مصر بشكل عام وفي النادي الأهلي بشكل خاص لا ما بنقول يعني مثلاً إن الأهلي حظوا أوفر في تونس الأهلي يعني كناية مثلاً يعني ملعب رادس وش حلو علينا زي ملعب مثلاً برج العرب وش حلو على الترجي يعني الأهلي مكسبش الترجي خالص في برج العرب خالص في كل الموجهات اللي جمعت ما بين الأهلي والترجي في برج العرب وزيدك من الشعر بيت إن الأهلي لم يتفوق على الترجي في مصر من سبع سنين باستثناء الكونفدرالية أنا بتكلم على دوري الأبطال الأهلي لم يتفوق على الترجي في مصر لكن لما بنقول إن الأهلي كسب الترجي في تونس وإن ده أكنه بيلعف في بيته ده بتبقى مجازاً بس على أو إسقاطاً على الحالة اللي بتبقى فيها مباراة الأهلي والترجي لكن على الجميع أن يعلم أنهم لهم مكانة في قلوبنا ولهم مكانة في وجدنا سواء كان على الشعب المصري أو على النادي الأهلي بشكل خاص